السلام عليكم مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة وفي أحدث جديدة كنشكر للناس اللي كيخلوا لي يتعالق زويني هذوك التعالق كيشجعوني وكيحفزوني باش نزيد نكمل ونزيد نعطيكم كتر شكرا لكم بزاف بزاف ونتمنى تكونوا دوزوا النصف رمضان على خير وبخير ويكمل ما بقي على خير نكملوا حكايتنا على بركة الله قدام دار الشيخ وقفه هنا ويوسف معهم الشيخ وعيالاته صافي سخيتوا بينا بالعكس انتو ممالين الدار الكبيرة وضيافتن بي تلتيام خاصنا نمشيو المهم اراني وصيت مننا نتوجد لكم ما تاكلوا من المونة اراها معا بها يمكم لي ورداتهم ووكلاتهم الله يكبر بيك السي الشيخ يلا خليني لكم راحة صيفتوا معاهم وشدوا الطريق لبلاد الثالثة لما عرفوا واش غيطيحوا في البلاد اللي قاسدينها ولا لا طول الطريقهما ساكتين هي ما كتهضر وهو حاضيها بنص عين وساكت وقفوا شوية باش يرتاحوا وياكلوا ويشربوا ويشربوا حتى حميرهم ارتاحهم زيان عاد شدوا الطريق تاني بقاوا على هاداك الحل حتى راح الليل كيف عادتهم قدوا بليسهم وخيامهم وشعلوا العواد وقلسوا يياكلوا لقصة ملة حتى نطقات هاينا ما عرفنا اش من قبيلة غندخلوا لها تاني يا ربي وملوك هالطريق يكون مقصودنا قريب ابطع لي يا غيري متى نوصل خلاص ونشوف اختي ونشربوا من دم هذا اللي دار ليها هاد الفعلة احنا ما غادي نشربوا من دم حد غادي نجيبوا رحمة ورجعوا في حالنا كافيا خيرنا شرنا انتي ما حساش بلكية والنار اللي شعلة في قلبي غير كالدوي خاصك تخمن بالعقل وتفكر مزيان وتفهم باللي راكبو حدك ما عندك لعوين لاخد دام ماشي بحل سلطان ديك القبيلة فكرتي فيها ما خفتيش يصدق ساجنك لانت لا رحمة لا انا فكر مزيان قبل ما تهضر شاف فيها يوسف وحدى الراسه كي ترتق في العواد احتى رجعت هين نطقات اللي بغيت نقول لي كنت فاهمه عليه قبل ما ندخلوا لقبيلة الف ليلة وليلة انت عارف بالليلة بغينا نوصل للقصر خاصنا شي حيلة علا عينه فيها وقال بحالاش الباهية قاتلية ما كيدخل للقصر غير لي كيتقنش حرفه هاللولة وزيد عليها مايمكنش انت راجل وانا مرا يدخلونا بجوج فهمتيني خاصنا نديرو شي حيلة اللي ندخلو بجوج بينا للقصر وانكونو بجوج بينا في موضع واحد ما نتفرقوش باش نعرفو كيفاش نخمو وكيفاش نخطو صغر فيها عينيه وقال ما نهضرتك وشوفت عينيك كيبالية فكرتي في هاد الحيلة اللي غتدينا للقصر واتدخدنا برجلينا تبس ما تهينا اه فكرت فيها خاصك غير انت تسيرني فيها وما تقول للا وما ترفض هاد الحيلة اتيني بها يا للا كنسمعك غير ندخلو لقبيلة الف ليلة وليلة غنولي انا هينمو تفضيلة مازال مفهمت شكون هاد فضيلة انتا سيدي ومولاي وقف يوصف كيخنزر فيها وعيني فيهم الشر اش كتخرفينتي تتحب دكو بزاف غير خففنا لك الجام حيتيه كنقول لك ما تزربش غير بشوية الله يهديك ما كين ما تقول لي ذوينا هادي تاني لا لا واقلا لنسي تراسك لا واه لا واهمولاي حشو ما تقول هاكا حشان ساش كونت وشكنانا المرأة اللي بيبا مولاي هي اللي تفهم على قدها وتمد رجليها على قد الحافة حيث لا طوال ورجليها بحال ما يلا تعدام جراها وبحال الخميرة يلا تدلت على الوصلة فمك ماشي بحال فهمتك وإلا كنتي كتفهمي ما غديش تبقى يدخلي وتخرجي في الهضرة بحال شي حمقى ولا واه راه إلا قصة احتراسك وزدي في عنادك ما غدي تجيبها غير في عظامك إلا تبع تريي ودرتي بكلامي غدي تربح انت بفمك قلتها قلتين دير اللي ما يدار على أختي باش ترجعوا هادي هي الوجيبة ما غدي عرفك حتى واحد جوج حويج لي غدي تدير تلبس الباس فضيلة وتحسن ديك اللحية صافي شنو اللحية حتى اللحية الله وآلف الله والله لكانت ليك خلوها مواليها حدي تنسى والنس ويعلم الفهامة يديرو ليك من ريح قلادك ويحسنو ليك بلامة هي هادي على خريامي تحسن لي يا مرأ هاتشي لي كان نقصني نيت راه ما كين حتى حل من غير هذا علاش بالسالة ما فاشغل وصلو أشنو هنقولو ليهم إلا قلنا خوط غيفرقهم جميعنا إلا قلنا مزوجين ما غديش يدخلونا ولا يقبلونا ما عندهم ما يديرو بينا وما عندنا غير هاد الحل وحتى واحد ما غدي يعرفك لانتشكون ولا منين ما عندك ما تدير غير تغمد عينك وتصبر على مكتوبك وزيدون اللي بغى العسل كيصبر على قرصن الحل فكر فيهم زيان والغد رد عليا وإلا بقيتين قصح راسك اللهم نرجعوا في حالنا حسن قليت لك الراحة وتبعت فرحت الله خلاته واقف ودخلات الخيمة ديالها نزلت للرواق عليها تغطات وعطاته بالظهر ونعسات بقى واقفش حال كيشوف جيتها دير يديه ورى ظهره كيخمم ويفكر راس يديه وراس يجيل ضرب حجر برجليه وتكاف بلاسته حتى هو كيخمم ألف تخميمة وتخميمة ويخطط لها ولكن كيرجع الكلام هين ولكن اللحية اللحية عباد الله ما بغادش تدخل لي العقل ابقى على هاد الحال حتى غمضات ليه العين وده النحس تفتح باب كبير خرجات منو الخادم يا منا شد في يديها رحمة بقفطانها الحمر لمشاشة ضاف راشعارها على طولته ومزينة جبهتها بالويزة مدوزة خط ديالك حل في عينيها وعنقها المزين بالجوهر البيض الحر أرجليها في الشربيل كحل مطروز بالصم كانت كتبان بحل شي نجمة عالية في السماء تمت غادية بها يا منا وهي من وجهها بين باللي مزين عليها هاد اللبسة هالزراس هالس مونيفها كله عز وكرامة ما كتشوف حده على عينيها نظرقه أصحب حل الصقر وقفتها يا منا قدام واحد الباب عليه جوجه قدام ضارت عند رحمة وقالت مولاي كيت سنك عندك يزلق لك لسان ويقول شي كلمة خارج القانون عرفي باللي لسانك غيت تقطع وعمرك تعاودي تنطقي به واللي بغاها سيدي ومولاي هي اللي غا تكون احنا الراس بحل للياتك وانسي فين كنتي وش كنتي فهمتي انتي دابة فوق أرض ألف ليلة وليلة وفي قصر مولاي السلطان لقمان فهمتي ولا لا يلا تسنعي رحمة ما نطقت بحت كلمة جامعة فمها ومع اللي راسها الفوق دقات يامنا على بيت السلطان شوية سمعت جوابه احنا ترس وفتحوا لها الحراس الباب يلا ها غا تدخل شافت في جنبها كتبا لها رحمة ما زال وقفة في بلاستها نهدت ورجعت عندها جراتها من يدها ودخلت بيها لعند لقمان وقفاتي يمنحها نيا الراس وكتتكلم مولاي انا جيت كيف ما طلبتيني وامرتيني ومعايا اللي طلبتي وبغيتي كون هان يا مولاي ما غادي تخبش ولا تقمش انا مجات فين تكمل كلامها حتى سكتها بيدو اللي حركها لها باش تسكت وتمشي اما هو كان واقف وعاطيهم بظهره غير قفطانه اللي كيبان في لون القرونة وبلغتو كحلة وخاتمه الكبير اللي بين فيه الديه ليمنية اللي ديرها ورا ظهره اعطاتهم يا منة بالظهر وغمزات رحمة اللي ما شافت فيها حتى شوفه وخرجات زادة الباب وراها بقات رحمة واقفة مات حركات مات من البلاد حدها هالزراصها وساهية حتى من السلطان بقى واقف وعاطي بالظهر كيتسنى ردة فعلها شنو غاديه خصوصا البلاد اللي قبل منها غير كيدخلوا البيت كل وحده وشنو كدير كينا اللي كتغني وكينا اللي كترقص وكينا اللي فحضانه كتطيح هات الشي بأمر وتعليم من يامنا باش يفرحوه ويخليوه ليلتو زاهية ما بحالها ليلة بقى لقمان واقف ما اسمع حسها ولا كلمة منها بحال ليلة ما كيناش في البيت جاه الفضول يشوف هادي اللي دير فيها عزة النفس دور راسه بشوية جات عينه على عينها شوفاتهم طلاقة وبجوج هي كتشوف فيه بشوفات من فهمي وهو عينها سحروه شفتها سلباته خلتشي حاجة فيه تتحرك حاجة غريبة عجيبة عمرها وقعت لي صغر عينه شوية ودار كله مطلعها من رجليها حتى لراسها شحاله هو كيتفحص وجهها وعينها وشفيفها ونظرة دي الكبرية اللي على وجهها هاد النظرة اللي عمره شافها بشي وحدة قبل منها تقدم منها بشي خطوات ووقف كيتسنها تقدم حتى هي لكن تفكيرو كان غالط حين تبقاتو على وقفتها وشوفتها هضرب بصوت رجولي شنو سمك الله بقات ساكتا ما في خباري شبل لي جايبي لي وحدة ما كتتكلم ما كتحرك هنا نطقات رحمة من بين شفيفها بكل عزة نفسه بورود وهي كتشوف شمعة مضوية رحمة اسميتي رحمة حلقتنا انتهت هنا نتلاقى وغضي إن شاء الله في حلقة جديدة وفي أحدة جديدة تشوفوا حكاية رحمة والقمان دمتم في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة